حصلت قناة الجديد على صور جديدة لثمانية جنود من الجيش اللبناني المخطوفين وفي مقارنة بين هذه الصور والفيديو الذي عرض أخيرا من قبل داعش ويظهر فيه تسعة من الجنود المخطوفين يتبين أن الجنود هم أنفسهم ولكن بعضهم يرتدون ثياما مختلفة ومنهم من يرتدي الملابس ذاتها التي ظهر بها في الشريط المصور كما حصلت الجديد على صورة جماعية لثمانية من الجنود أمام دبابة عسكرية في منطقة تبدو جردية وقد التقطت في الأيام الأولى لاختطافهم بحسب معلومات الجديد وبرز كذلك أيضا بعدم ظهور لحن لهم في هذه الصورة ويظهر بينهم الجندي علي السيد الذي أشيع أنه تم قتله وهو الشاب الجالس على يسار الصورة ويرتدي تي شيرت سوداء اللون ترجمة نانسي قنقر